موسيقى وخفيفة ومتوسطة والآن الحمد لله رب العالمين استطعنا مبارح بالليل الدخول إلى داخل مدينة إدلب ولكن قررنا الانسحاب إلى النقاط التي أخذناها لترتيب الوراق وسمى الاتفاق مع باقي الفصائل لاختحام مدينة إدلب بشكل كامل بإذن منهم عز وجل طيب أنتوا خلصتوا كل حواجزكم انتهت مهمتكم هنا؟ لا أكيد لا المهمتنا كانت هي شكل مبدئي أن الحواجز اللي كنا نحن متفقين عليها أنه نحن جبت نصرة ناخذها الحمد لله رب العالمين الله مكننا منهم والآن بدنا نعيد ترتيب بالأوراق مع باقي الفصائل لتنسيق كيف سنقوم بالدخول إلى مدينة إدلب بشكل كامل لتحريرها من قوات النظام بإذن المؤلاء عز وجل تمكنت من أسرها؟ الحمد لله رب العالمين أسرنا مبارح بحاجز الرام خمسة من عناصر قوات النظام وقتل من تبقى بداخله وهم أغلبهم من الطائفة السنية للأسف في داخل مدينة إدلب مهيت العناصر الموجودين في إيرانيين أو حزب الله أو مجنسيين غريبين لا 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 يوجد يوجد شبيحة الفوعة وكفريا وباقي المدن ريف إدلب من حار مسلئين شبيحة استطاعوا الهروب خلال تحرير المعارك الماضية تحرير حار مسلئين شبيحة حار مسلئين هلأ موجودين هون عم بيقاومونا ولكن تعودنا عليهم هنا بيصمدوا شوي ولكن خط الانسحاب مفتوح وإن شاء الله رح نسدلهم إياه ونقتلهم داخل مدينة إدلب بيزنمول عز وجل طيب هذول يعني في شبيحة كتير بس مطلع تخطيديهم بالدماء أشبه رح يكون مصيرون طبعا يعني دائما نحنا كل بعد تحرير كل شي مو مطلطخ يداها بالدماء يقضع إلى محكة مشارعية والمحكة مشارعية هي بتقرر أنه كان منافي عنه ولا بيطلع عليه شي الآن يعني نسمع صوات اشتباكات ما الذي يجري الذي يجري الآن السكن الشبابي بتعرف ضخم وتمكن الحمد لله رب العالمين بتحريره بشكل شبه كامل ليت الأمس ولكن استعصى لدينا مع ابن واحد تدور الآن اشتباكات داخل هذا المبنى يعني يا خمس عساكر يا أكثر بقليل الآن يعني إن شاء الله يعني ساعات ونعلنه محرر بشكل كامل للدخول إلى داخل إدلب إن شاء الله عز وجل إن شاء الله رب العالمين يعني أبو أسامة سجلتوا حالات انشقاق شي لا لا حتى هذه اللحظة لم ينشق أي عنصر من قوات النظام من داخل مدينة إدلب ولكن جاري التنسيق مع بعض العناصر داخل مدينة إدلب اللي يسلموا أنفسهم إلى جوهة النصر إن شاء الله طيب أحكينا يعني أنتوا تنصتوا أكيد على قبضات النظام عن معنوياته معنوياته منهارة جدا 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 يعني ليلة الأمس مبارحة يعني عبي يقوله الضابط للعناصر الموجودين في المبنى الأخير أنه اطلعوا كيف ما بتكون لبسوا لباس جبهة النصرى واطلعوا وحاولوا تدخلوا باتجاه إدلب لأنه نحن ما عاد نحسن نوصل إلى الكون يعني والمقدم نزل إجازي بهذه اللحظات يعني المقدم كان عنده أمر طارق جدا في البلد تبعه وهرب يعني كالعادة وتركوا يعني مثل ما بيقولوا عناصرهم لحالهم بهاي معنويات عناصر النظام ومعنويات المجاهدين معنويات الجاهدين يعني ما شاء الله كل ما أرجع على المقر بلاي عالم كتير يا شيخ بدنا ندخل معكم بدنا ندخل معكم حتى الأهالي حتى المدنيين يا شيخ بدنا ندخل على مدينة إدلب بدنا ننال شرف تحرير مدينة إدلب من شبيحة النظام وأعلانها مدينة محررة بشكل كامل بإذن من العزيز ترجمة نانسي قنقر